السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايبي عاملين ايه واخباركم ايه كل سنة وانتم طيبين ومناسبة العام الدراس الجديد يارب يكون علينا وعليكم سعيد يارب وبالتوفيق لجميع ولادنا يا رب ومناسبة العام الدراس الجديد احب ان انا اعلن عن اهم ورشة عمل موجودة في مصر اول ورشة عمل للتأسيس في الجرامر كل الكورسات وكل الاكاديميات مهتمة بتأسيس الفانكس تمام؟ احنا هنعمل اهم ورشة عمل موجودة للتأسيس في الجرامر بمعنى ازاي تطلع بابنك من مرحلة الكلمات لمرحلة الجمل ازاي ابني خلاص ابتدى يحفظ كلمات اعمل ايه بعد كده ها؟ اعمل ايه بعد كده؟ اعمل ايه؟ ده اللي انا هقولولك في قلب المحاضرة المحاضرة عبارة عن ثلاث ساعات بس ففرح هداق الأب الفرح بتاعنا الرئيسي اوكي؟ اه نقول تاني هي محاضرة واحدة بس للتأسيس في الجرامر بس هي لحضرتك مش لابنك تمام؟ ممنوع استحاب الاطفال خالص؟ لان طبعا تبع محاضرة كلها ناس كبار وكده فممنوع استحاب الاطفال المحاضرة ديت هفهمك فيها ازاي تقدري تأسسي ابنك او انتي لو معلمة ازاي تمشي بقى بالخطوات بتاع تأسيس الجرامر اللي مش اي حد هيقول هالك تمام؟ لان طبعا يعني اه بيسيبوهالك بالممارسة تمام؟ لأ انا هقول لك الستابس كلها واحدة واحدة وازاي كمان تشرحيها الابنك وازاي تخلي طريقة الجذابة مع ابنك او مع الطالب بتاعك تمام؟ ان شاء الله منتظركوا يوم الاتنين اللي هو يوم ستاشر تسعة المحاضرة من الساعة اربعة للساعة سبعة اه المحاضرة بخمسين جنيه لو حضرتك او حضرتك بعد اول ساعة مفهمتوش فحضرتك بتتفضلي للإدارة وبره وبتاخدي الفلوس بتاعتك كاملة ومتا كاملة وكفاية انك شرفتنا ونورتنا العنوان تسعين شارع مصر السودان حضانة كيديزون امام مدرسة احمد نهر يوم الاتنين يوم ستاشر تسعة الساعة اربعة حضرتك بتيجي من غير حجز حضرتك بتحجزي لما بتيجي مع الإدارة وزاي ما قلنا من اول ساعة لو حضرتكم اللي ما فهمش اي حاجة بيسترد فلوسه تاني وهو خارج ان شاء الله وكفاية اني كنتم بتشرفونا اشوفكم ان شاء الله على خير